السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي دائما مبتلاة بالأمراض وهي في السلاثينيات من عمرها ما النصيحة للأفعال التي قد ترفع البلاء ويعافيها الله سبحانه وتعالى أربع حاجات أول حاجة الدعاء لأن الدعاء الله سبحانه وتعالى يخفف به البلاء الله سبحانه وتعالى لأن احنا عارفين أن القضاء والدعاء يتعالجا مش معناه يتصارعا ولكن ده كله بيبقى صورة كاملة لاستجابة العبد وتسليمه لله سبحانه وتعالى يبقى الدعاء تكسر من الدعاء تكسر من الدعاء بشكل كبير جدا جدا يعني تدعو بعد كل صلاة وتدعو كلما تذكرت تكسر من الدعاء حاجة تانية تكسر من الصدقات لأن داو مرضاكم بالصدقات فتكسر من الصدقات يبقى كثرت الدعاء وكثرت الصدقات الصدقة لها بقى معاني عجيبة لأن الصدقة وكأن الله سبحانه وتعالى اسمها حديث رسول الله سلم الذي اخرجه الإمام مسلم إن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصيرك الجبال ولذلك الصدقة لها أثر عجيب في جلب البركة على البيوت فكم من الأمراض دويت بالبركة الحاجة التالتة لا نتوقف أبداً أبداً عن التداوي نستمر في التداوي وبعض الأحيين بتبقى الأمراض صعبة فبعض الناس يقولوا إحنا زهئنا من الدواء إيه وأتعمل كده إيه وأتعمل كده يعني إيه إيه وأتتوقف عن التداوي إيه وأتتوقف عن الأخذ بالأسباب لأن هذا هو أمر الله لنا العاد الذي بيننا وبين الله أن الأخذ بالأسباب يفتح لنا الأبواب لأننا رأى عطية الوهاب فما تسيبوش الأسباب خالص رقم أربعة بقى وده شيء مهم جداً جداً لابد أن أنت تدخل على قلبها السرور ودي حاجة مهمة جداً 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 تدخل على قلبها السرور يعني تأتيها بالأخبار الحسنة وتساعدها على أنها تكون في حالة التفاؤل دائم كل ما تعمل ده كل ما ربنا سبحانه وتعالى يجلب عليكم الشفاء والعافية وعشان كده أنا بقول لحضراتكم لازم طول الوقت تكونوا على الحال دي مع الله سبحانه وتعالى